على بعد سبعين كيلو مترا غرب الموصل تقرع الطبول استعدادا لبدء معركة حذرة نتيجة تعدد مكونات سكان المنطقة وبحسب مصادر عسكرية فإن معركة تلعفر التي ستشارك فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد لم يحدد موعد انطلاقها بعد فرغم إعلان قيادات في الحشد الشعبي قرب انطلاق المعركة فإن جهاز مكافحة الإرهاب أكد أن خطة المعركة ما زالت في طور الإعداد قضاء تلعفر الذي يقطنه قرابة 300 ألف نسمة والأقرب للحدود من أي مدينة عراقية أخرى بمسافة 60 كيلو مترا عن سوريا حيث يقع ضمن مثلث حدودي يضم كل من العراق وسوريا وتركيا يتخوف سكانه من تدمير شامل للبنى التحتية والمناطق السكنية مستدلين بما حدث في معارك الجانب الأيمن من الموصل والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين وأصبحت المدينة أثرا بعد عين أكو تخوفات يعني إذا صير مثل ما صار بجانب الأيمن أو بغير مناطق نحن نتمنى من رب العالمين أن تكون هذه المشاكل كلا ما صير أكو عوائل أكو مثل أبرياء وأكو مثل العالم عنده بيوت كلهم غير يوقع والسيارات والحلالهم واحتياتي هاجس الخوف من أخطاء معارك تحرير الموصل لم يبرح اهتمام المعنيين بمعاركة تلافر لا سيما أن الحرب ستصاحبها موجة نزوح كبيرة للسكان الذين لا تبدو استعدادات استقبالهم كافية مسؤولون محليون أكدوا خشيتهم على سلامة المدنيين حيث بدت تخوف جليا من تكرار أخطاء التطقيق الأمني والاعتداءات والتصفيات الجسدية بحق المدنيين والتي كشفتها منظمات حقوقية دولية وهناك أيضا قد تكون هناك بعض التصرفات الفردية من بعض عناصر الأمنية من خلال تعاملهم مع المدنيين يجب الانتباع من قبل القاضي العسكريين والأمراء في الجيش والشرطة وكافة القطعات إلى منتسبيهم في هذا المجال في وقت تؤكد فيه الحكومة المحلية أن إجراءات الوزارات المعنية ما زالت بعيدة عن الجدية مخاطر مزارة الصحة العراقية بضرورة توفير الوقود وضرورة توفير سيارات الإسعاف وتخصيص عجلات أيضا طبية اختصاصية للمفارز الطبية لعمليات تحريف تل أعفر وتعد تل أعفر إحدى أعرق المدن العراقية حيث تشتهر بقلعتها الأثلية الآشولية ونتيجة لموقعها الاستراتيجي الرابط بين عدة دول تنوعت مكوناتها السكانية والعرقية حيث يسكنها العرب والتركمان إضافة إلى التنوع المذهبي لسكانها وفي ظل المعطيات الحالية ونوعية القوات المشاركة في معارك تحريدها يخشى الأهالي في تل أعفر من انتقامات وتصفيات طائفية إضافة إلى خشيتهم من تدمير مدينتهم التاليخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر